نشأت فاطمة عدار في عائلة النوبية على حكايات تاريخ النوب القديم والغنية على ضفاف النيل لكنها لم تكن تتكلم اللغة النوبية التي تقلص استخدامها إلى حد بعيد وكان تعليمها المدرسي معظمه باللغة العربية واقتصر احتكاكها بلغتها الأم على المناسبات التي جمعت وجهاء العائلة نحن نشغلين على فكرة مشروع اسمها كومة وايدي يعني بيها بالنوبية معناها حكايات زمان اشتغلنا عليها بسبب فكرتنا أننا نحمل التراس النوبة أو اللغة النوبية بمعنى عصر للناس المتحدثين للغة النوبية وغير المتحدثين هم يعرفوها أكتر فبدأنا في البداية بفكرة كتاب مكتوب فيه باللغة العربي والانجليزي والنوبي اللي هو اللكنة النوبية أو نوت النوبي وفيه اسماني كمان ولم تعود اللغة النوبية متدولة كثيرا بين أبناء جيل فاطمة ومضت عشرات السنين منذ مغادرة أجدادها أراضيهم بعد بناء السد العالي في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في فترة الستينات في أربعة وستين النوبة كلها راحت السد العالي أحنا لما فقدنا النوبة أحنا ما فقدناش مجرد أرض لا أحنا فقدنا هوية مميزة مكان مميز إنساني تاريخي بعد نزوحهم تمت إعادة توطين النوبيين في بعض المناطق الصحراوية من إزمال التراث واعترف دستور مصر في العام 2014 بحق النوبيين في العودة إلى أراضيهم ووضع إطارا زمنيا ينتهي في العام 2024 لكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات لتنفيذ وعدها إلا أنها أعلنت مطلع العمل حالي عن صرف حزمة تعويضات لألاف النوبيين المتضررين من بناء السد في الستينات ترجمة نانسي قنقر